فعلا بياخدوا فيديوهاتك انت يعني عشان ناجح في شكل اصلا مش عارف يبيع الادوية المضروبة اللي بيباعها ديات غير ما يعلى الادوية والنص بدوت على صفحات باسم سيداليات واسم قريبا الاسم كده مثلا ايح يا زاتون سيداليت مش عارف مين الكلام ده كله والاف طبعا انا بفتح الصبح ببقى وفاجأ وعلى فكرة عشان فهمك يعني بلا مبالغة وزارة صحة عارفة قريب ان شاء الله ايوه واسموه ده والاسموه التفتيش على الرقابة عارفة السيدالة يعني اللي هي سمعة في شو لي واللي هي مركزية حتى يعني يعني الله اكبر يعني فهم اورد بالكلام ده كله فيش مسألة علي ولا عليك ولا كلام ده خالص انا عارفين الفيس هو عبارة عن فضاء واسع للنصابين والمحتلين والدجالين والمزيفين بمنتجاتهم طبعا هي مش ادوية بمنتجات مخشوشة عشان يبيعوا المنتجات اللي تحت بير سلم ديات لازم يحط فيديوهات ماجد زاتون بمالية من سمعة وشهرة كرجل استاذ متميز في المجال بالي اكتر من 30 سنة وبتكلم على برتكول الاج المتميز انا بكلم عن مراجزي انا على مصحيتي انا ايه اللي ادوات اللي انا بشتراب بي فبياخدوا الفيديوهات ديات ويعملوا سيدة مهرب صيد سيدة زاتون ويدعوا الناس طبعا عندهم الشغف ان يتعاملوا مع الدكتور ماجد فبيشوفوا فيديو ماجد زاتون واحنا طبعا ماجد زاتون واحنا ده الدواء بتاع الدكتور ماجد زاتون طبعا كلام ضناصب واحتيال وانا بقول بهيب للناس كلها ما حدش يتعامل مع النت ما حدش الطب يا جماعة موجود في العادات انا رجل استاذ عندي بدل عادة اربع لو عايز ناس شغافي معايا ما فيش بقوارقة متلوفات موجودة حتى لو حايزين يكتبوا على الفيس يكتبوا دكتور ماجد زاتون حنتطلع الصفقة الموصقة لايه دي الصفقة الوحيدة وعند صفحتين مكتوب عليها الدكتور ماجد زاتون مش صيدلية مهرم سيس صيدلية يحيز زاتون صيدلية خلد زاتون ويدعوا ايه دي بيدعوا لنا ولادي يعني عشاني هو ما هو النصب بصي هو فضأ واسع والكلام ده بيش كلام ده كلام حتى تفتيش بتاعترقاب على الأدوية بس انا بهيب للناس ما حدش بإن لازم يكون احنا من الناس من الوعي والثقافة والعلم ان الطب موجود في المراكز الطبية في الايادات في المستشفيات زي مريد السكر مش هيفتح النت يش لايه ماجد زاتون يبقى له دعو على اسم ماجد زاتون عشان عليك سكر لازم يروح الدكتورة خصائي سكر معايا فدي نقطة ما تسترخصوش يا جماعة الطب يعني حاجة بلبعيها زي عن طريق النت وانا شفت الأدوية والله العزيزي عهين بيخشوني بأدوية اللي هي المضروبة بيبقى على اسمي زي صديت يحيز زاتون ده شوية بطرة بلاط وبالف جنيه وبالفين جنيه ينهر السود عن نصر اللي هو مش هيوقفه خلي باك انه هون لو وفلت صفحة بيفتحه تاني يوم يامسان يحيز زاتون تاني يوم بس لو وفلت صفحة بتاعتهم بتوعي ما بحس النت تاني يوم يكتب خلت زاتون وبيصرفه صرف على الفيديوهات طبعا انا من رأيك من يا دكتور ان موضوع مش موضوع بس نجاح على قد طبعا هو النجاح اساسه حاجات كتيرة بس حاجة من النجاح حضرتك عندك قبول هنسأل دلوقتي الكشف كان ازاي وطريقته ايه وإيه اللي بيحمس الناس اللي عندك حضرتك في كلامك على على النات او في اي فيديو بيقنع الناس اللي هتشتري الكورس لان حاك ناجح في ده لان بتتكلم من قلبك طب اقولك حاجة بيلي انا مش عايز عز هو بطل الحالة مش عز تقول عليك انا في منتجات مرخصة الصحة معايا انا بتخصصة الصحة اوكاي بدون اساني وبيعمل فيديو بتكلم على المنتج المرخص الفيديو ده موجود في المراكز والكلام ده كله اه اضربوه قليدوه بيبضوط اسمانتو بتعويل والناس شايفين ويحطوا بقى الفيديو بتعويل انا بتكلم على بلتكل العلاج والكلام ده بصقة اوكاي ده ومراكص معايا ويكتبوا صيدوية مسخيحية زتون وده الفيديو بتعمل زتون فالناس بكل شفافية بيتعاملوا معا وحسنها صيدلية